المترجم للقناة المترجم للقناة الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار وتسلي ما بين 5 إلى 9 درجات في حدود 12 درجة بصحراء الوسطى و15 كعلام القياس بأقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ضهيرة الغط تعرف بعض التراجع نحو سواحل الوسطى نتيجة لتواجد السحب إذن ستقرى 19 فقط بالعاصمة 21 درجة بوهران وتلمساني 22 درجة بيسكيك دابي عناب 20 درجة بيتيزي وزوخ 13 إلى 16 درجة بالهدى بالعليا 19 بشمال الصحراء 26 درجة ستكون هذه الملاكة ألم قياس بوسط الصحراء بالتحديد بإنسالح البحر خلال يوم الغد سيكون جميل لقليل الاتراب ريح بعيفة خلال الصبيحة ضمن تيرات غربية شمالية غربية تكون أحيانا جنوبية غربية بسواحل الغربية لكن ستصبح سرعتها معتدلة خلال الظاهرة بسواحل الوسطى والشرقية بالنسبة ليوم الجمعة بإن الله نفس الوضعية الجوية استقرار في حالة التقص الضباب يبقى يميز المناطق الشمالية الشرقية إلى غير منطقة الواحد صحب عابرة بالنسبة لمنطقة تيندوف خلال الظاهرة يوم السبت بحول الله نفس الوضعية الجوية حتى درجة حرارة تبقى مستقرة على العموم احتمال بعض الأمطار هذه المرة نحو منطقة تيندوف أجواء مغشات بشمال الصحراء ومنطقة السوراء كذلك بأقصى الجنوب أما خلال يوم الغد تحسن من حيث الأمطار نحو منطقة تيندوف تبقى بعد الصحب العابرة بشمال الصحراء والواحد وكذلك ضباب يبقى يميز المناطق الشرقية ومنطقة الواحد عن وقت شروق الشمس بحالة الغد على مسوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحاً وتسعة وخمسون دقيقة والغروب على الخامسة مساء وأربعون دقيقة